اشتركوا في القناة هنا في أستاذ الملك فهد هنا في درات الملاعب هنا أمام هذه اللوحة التي يرسمونها على هذا المدرج الأزراق هنا أمام الأصوات التي ترد في الجانب الآخر نقاء الفريقين الكبيرين واحدهم أقطاب المنافسة والترشيح في بطولة دور روشان السعودين في قمة الجولة الحادعة شرق من بطولة الدور السعودين أذكر أستاذ المشاهدين الهلال يأتي متصدرا برصيد 26 نقطة من عشر جولات الأهلي يأتي رابعا برصيد 22 نقطة من عشر جولات الفارق بينهما أربعة نقاط سيظل الهلال متصدرا أيا كانت النتيجة لكنها كانوا في البريليا ليك كانوا في الليقة كانوا في الكالتشو كانوا بالتأكيد مع منتخباتهم ضربة البداية تحياتي محددكم فارس عوام الكلاسيكو الكبير هنا مشاهدة متابعين في ليلا من ليالي بطولة الدور السعودين سالم في نصف الملعب كابتن فريق الهلال أذكر أستاذ المشاهدين يبدأوا الهلال هذه المباراة عن طريقي هذا عن طريقي هذا مستحيل البداية يالها من بداية كانت عن طريق الرقيب الرقيب يعلك نجمة وثنتين وثلاثة لا 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 يسبج لا يسبج يالها من بداية بدأ الكلاسيكو قبل أن يبدأ عن طريقي السفج عن طريقي هذا لا هذا مبرقيم هذا نقيب هذا مقدم هذا برتبة أعلى برتبة أعلى يالي السفج ويالي البداية دقيقة واحدة فقط أسرع على البقاء إنهم يبدأون قبل أن نقول شيئا شوف سفج والتحرك مكان متسلل شوف البداية انظر إلى الصربي انظر إلى التقدم مهاجن موهبي يصبح يضع الكرة واحد صفر عن طريقي هذا الرقيب يا السلام على البداية يا السلام على التمرير يا السلام على هذه اللحظات التي تبدأ من خلالها هذه القمة بدون مقدمات بدون مقبلات الهلال واحد عن طريق السفج عن طريق السفج كرة بترجع مرات الأخرى كنا نتكلم عن أهداف بيترو عن أهداف مالكوم عن أهداف لكن السفج يقول اذكرني أول اسم في تشكيلة الهلال في هذه المباراة الكرة تتعود مرات الأخرى من جديد طويلة من جانبي منديم طيب نذكر التشكيلة خلونا شوي بس هدوا شوي شكرون تابع منديم في حراسة مرمى فريق النادي الأهلي علي مجرشي في خط الظهر إلى جانب يصبح متعادلا في مسألة أقوى خط هجوم إلى جانب النصر أقوى خط هجوم الآن كرة عرضية الآن المتابعة من سالم وصلت إلى بيترو ولكن الكرة تتخلص الأهلي كيف ستمر هذه الدقائق يستحق تأثيرك ماكسيما الله على التمرير وصلت في مكان وصلت إلى رياض رياض عدام فيقى عرض محرز صواب الكرة مقطوعة الفرصة ضاعت الكرة كاداً يعدل من خلالها النادي الأهلي مترو سلم يلعب لكرة إلى مالكم خطير مالكم سالم خطور الله على التمرير هناك استمرار للعب وحكم المباراة وقدمه اليسرى محرز يتقدم الله ضاعت يا رياض في نص الملعب بيرسل لكرة وانتو سعود تقدم سعود في نص الملعب سفج الله الله من لمسة عارف من لمسة شايف الكرة إلى ياسر كرة عرضية في مكان الله مدي ونكرة تصويبه يا ربا يا سالم يا سالم الأولى كانت منك يا ميشايل أنت أقصرهم كيف نعبت بالكرة الرأسية أراد أن يسجل أولا أهداف الهلال الرأسية شوف الكرة شوف بعد ذلك يا سالم من جناح أيمن أولا إلى جناح أيسر لكن مندي بتواجد النجم العالمي الكبير إصابة كانت مؤلمة وقاسية تنهي موسمة لكن يبدأ موسمهم ولا ينتهي الكرة تصل إلى مالكوم يسقط ركلة جساب نمار ينتهي موسمهم لكن موسم الهلال يبدأ موسم الهلال يبدأ ركلة جساب يسقط مالكوم شوف اللقطة اللحظات وشوف اللقطة هنا مالكوم وشايف هنا مالكوم إلى سالم وبعد ذلك هل كانت هناك لمست يد الفار بشيك الآن على هذه اللقطة والتي كانوا يطالبون فيها بخطأ الهلال وشوف شوف هذه اللقطة هذه اللعبة وهذه الكرة التي اصطدمت في يد مالكوم في اللقطة الماضية ومالكوم يقول أن الكرة لم تصل إلى يد عطينا كانت المسألة بالنسبة هل لمست أم لم تلامس وأكثر اللاحبين مستهمتان الرقم تسعة يتقدم الله المتابعا لقطة إدوارد من ديم إن عاد الأهليم سيتذكرون قفاصك إن عاد الأهليم سيتذكرون هذه اللحظة يا للنقطة يا للنعباب الركلة التي أثارت جدلا والتصدي الذي أخرج بطلا من جانب من جانب من جانب من جانب سحب الآن ماكسيمان الآن انطلق الآن الرجل الأخضر الرجل الأخضر عد صوار مستحيل يا نيفيك من أين أخرج كيف ظهر من أين يا مكان أصبحت المدافع الأهم اللي وصل اللي سلم بيرسلنا كرة عالية خلف المدافعين يا سي هورو تحول سريع هذه المساحات هذه التحولات هذه اللقطة هذه التمريرة لكن الله على إيبن إيز حتى يكون خطأ يكون خطأ لمست في مسكة بالياد من جانب روجر إيبن إيز وبالتالي انذار في مشاركة للقمام في جمهور الذي يحضر والذي يتواجب نعم الحودة للمكان الطبيعي لكن العرضية رؤسية الله التعاقد الهنال مع الهدف أم تعاقدوا مع الهدف مع الهدف نفسها مجانين وجاهم المجنون وجاهم المجنون هذا المجنون من ركلة جزاء الضيع لكن في الهواء ما الضيع في الهواء ما الضيع ما الضيع فرصة وراها بيطرقك أثري السفر لن أنسى العرضية يا سعود من جدك الساهم العرضية تقول سجلني 2-0 الهلال مرة نخرى بموج يرتفع متروفج إذا علهم عشر دقائق بس عشر دقائق بس لكن هناك جيك فار بالنسبة لك يا متروفج الآن في هذه اللقطة انظر إلى المدرجات التي تحتفل شوف اللقطة شوف اللعبة العلوية العرضية يسعود على العرضية كلام كبير شوف الرأسية شوف متروفج شوف الهدف الذي يسجل بدون توقف شوف الكرة الرأسية من جانبي مترو هدف ثاني في القمة للهلال هذه الكرة تضيع من ركل الجزاء لكن هذه ما تضيع يزعلهم ويرضيهم على طول شوف شوف هذه لنسوي مجلون ويقول أنا مترو في احتفاليته ما زال الجيك فار وجماهير الهلال تنتظر وتأكيد وتأكيد ويأتي 3-0 مع الهدف نفس الكرة بترجع الآن مرة أخرى فيها تمرير عادت بعد ذلك كلي بالي مشايق خذلك مشوار معاه سعودي يكمل المشوار وقال سيطر حضر عدى سعودي 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 خطأ الهلالي الكثير لكن الآن يا أهلي لكن الآن يا فرمينو كابري فيكا لكن الكرة ضعيفة وكنا نتكلم بأن الأهلي يظهر في بعض المؤسسنة لكن الآن قطع الكرة لكن الآن المرور لكن الآن مستحيلة يا سبج الله ماذا كنت تريد منها يا سبج لم يكتفي بالافتكاك لم يكتفي بقطع الكرة أي الصفقة أتى بها الهلال وهذا الموسم مر من واحد من الثاني سدد باليسرى لكن ضاعف صارت مرتدة صارت مرتدة يا جابري يا فيكا يا رياب يا رياب يا رياب يا رياب يا رياب بيرسل لكرة الله يا فيكا يا فيكا زدنا الدموع إن لم يعوضوها شفوا التمرير شفوا الكرة التي كانت بالقدم الضعيفة والكرة كانت ضعيفة الأجنحة ميشايل هناك يأسر شهراني ومالكم الكرة بترجع لان يتقدم فيها ميشايل بيلعب لكرة عرضية لكن الكرة مقدوعة صارت إلى سعود إلى سعود لكن قصيرة يستعيدها مالكم مالكم هناك خطأ هناك كرة ثابتة هناك انذار يا عبد الباصط وعليك أن تحذر ومالكم من اللي أقرب من اللي أقرب الكرة شكلها خطير شكلها خطير ساذج ومالكم والتقدم الآن والتقدم الآن مالكم الله أحلم القول أحلم القول أحلم القول أحلم القول يا مالكم العربة اهتزت ومعها اهتزت قلوب الهلاليين الكرة بترجع من الكرة بترجعها سعود سعود في نص الملعب ولكن هناك خطأ وعلى طاري على طاري الاثنين صفر حضرت سبع مرات آخرها هدفين سالم الدوسري في 2017 ولكن الآن سطرت حكم المباراة مشاهدين متابعين تني أحداث شوط المباراة الأول ماكسيما اللي كانت ضربت البداية شوط المباراة الثاني مشاهدين تحياتي محددكم فارس حوا خمسة وارمعين دقيقة نريد أن نكمل وجبتنا نريد أن نستمتع أكثر نريد أن يكون هذا اللقاء وهذه القمة امتداداً لقمامي هذا الموسم والكرة بتصل في مكان في مكان سقوط المجحة والكرة بتتحول إلى ضربة ضربة ركنية بعدها عادة علي البلاهي اللي حكم المباراة يقول على الكرة نتذكر تلك المباراة اللي كما ذكرت كانت تعتبر واحدة من أجمل المباريات مباراة الأربعة الثلاثة يومها هاتريك عمر يومها سجل في تلك المباراة هدفين إدواء قوميز وهدف إدواردو وهدف لكاريو لكن الكرة تصل في مكان عرضياً حرس المرمى من دي يقطع الطريق يتقدم الآن خمسة للنادي الآن كيس يخذ مكان التمريرة ليست لأحد الكرة تعود من المجحد أقصر يسام لو فتح مساحة لو فتح مساحة الرجل الأخطر الله يا مقسم هل تحرك المرمى شوف الكرة كيف فاعد تعود من جديد عندك رياض عندك رياض ينفضل المرور الكرة تصل والعرضية تأتيب وكادت النيران الصديقة يا بلاهي مر بها أيضاً أن النادي الأهلي جعلتهم يفقد الكثير لكنه يريد أن يعود ولن يتوقف حتى يعود الكرة إلى رياض رياض وقب رياض حاول رياض مرار لكن تأخر فيها مالك فيها ماكسيمان كان في مكان صارق مرتدة ملكم رماها ملكم رماها يا ميشايل ميشايل الله طالت على مترو الكرة بعد ذلك الكرة بعد ذلك مقطوعة ماذا أضعك يا ميشايل في الجهة اليمنى عادت بعد ذلك إلى ماكسيمان يريد أن يصوب عنده هدف يريد تحقيقه رياض استلم في المساحة رياض مرار جابري فيجا ولكن البلايهي تعود إلى محرس صوا ماكسيمان الله الرجل الأخضر ذا جرين مار السبع وتسعين في الكلاسيكو رقم سبع وتسعين أنا ما أقول لكم بأن لديه هدف يريد تحقيقه من المباراة وبدايتها وهو يقول ذلك أنه يسجل الآن مع الأهل سجل الأجمل والآن يسجل الأغلى اثنين واحد وقف الأهل على قدم واحدة لأنه مكسيمان لأنه السبع وتسعين إلى رياض لو فتح مساحة رياض لو فتح مساحة يتقدم صوا مستحين هذه في المرمى هذه مفروض الثنين اثنين اللي غير في المعادلة مين اللي غير في حسابات مين كان لا يخطوها لماذا اليوم لا تأتي يا محرس لماذا يا للكرة الاثنين اثنين ضاعا هي دارت دارت لكن كان باقي شوي الكرة بترجع إلى نيفيز نيفيز يحاول أقصى اليسار يرسل الكرة إلى سالم سالم لو حتى سالم مرار الكرة إلى سابت الله من ديم يبقيهم مربتين أخرى في الشوطة الأول دست دالي ركلات الجزام في الشوطة الثاني الله على المحر شوف هذه الأقطة شوف سابت صار مهاجم شوف كيف يتصرف بهدوء ويتمشى في مطلقة الجزام لكن الله على بيتي شوفوا التحولات شوفوا نام رياض محرز وقام رياض محرز عدام رياض محرز بالحل الفردي مستحيل يا ربا عدام مرار وخذ مكان مالكم وقام سالم يطلب الكرة لكن سابت يطلب سابت يقف سابت يقف الحكم قريب الخطأ قريب الهلال قريب عن طريق هذا الرقيب هذا الرقيب هذا النقيب هذا المقدام عملية مداهمة أخرى عملية مداهمة أخرى من سابت بعد مداهمة الدقيقة الأولى الآن عملية مداهمة أخرى يكسب من خلالها خطأ مالكم وسبت يتقدم سابت الله تحركت الشباكو والقلوب الخارج يا سابت شوف الـ 22 شوف كنوا سيكونوا بديلا لمشاييل لم يكن في يوم كبير اليوم مشاييل أتحدث على مستوى الخطورة أمام المرضى على مستوى الإنهاء على مستوى الصلاح أقل اليوم مشاييل مسألة من دوسري اثنينتهم ما كانوا في أفضل حالات اللاعبين وفي شوط المباراة الثانية على الأقل نشاهد وحاول المرور كابري فيكا عدم الله على التغديام تعود بعد ذلك من جديد انظر إلى نيفيز نيفيز في التغديام إلى رمية التماس تنفذ إلى رمية التماس كنا بترجع الآن مرة الله على سفج يا للأناقة يا للسحر يا سفج بيلعبنا كنا في مكان التمرير في مكان وصلت إلى الهدام لكن مندي 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 لن ينسوك يا مندي في مباراة اليوم أبدا عادت بعد ذلك إلى كابري فيكا فيكا تقدم يرسل لكورام فيكا يحاول يلعب لكورام كونيبالي وفراس ولكن كونيبالي على مرتين أمام اللاعبين يقطع الطريق علي لبليه يستعيد الكورام لم يبقى الكثير من الوقت الخطورة للأهلي قلت بعد ماكسيمان هذا واضح وإن ما زالت بعض الأحيان بعض الأحيان الهلال يخليك تسجل في نفسك الهلال يخليك تسجل في نفسك الهلال الفريق الذي لا ترغب بمواجهته ثلاثة يا مدي ثلاثة يا سعيم ثلاثة يا إبانيس إنهم لا يحتاجونك ولا يحتاجون هدايات ينتزعونها منك أنا ما أقول لا تعمل الهلال انتبه من لقاطاته من لحظاته الكلاسيكو يعود باللون الأزرى إنه الفريق الذي لا ترغب بمواجهته يا للكورامي نفسكو شوف إبانيس شافة حلوة قال لك أركنها والكرة في الشبال لم يكن متفاهماً أيها هفوة يا مندي أيها هفوة يا إبانيس ركنها ركنها حبي رجعها صارت ثلاثة ثلاثة واحد لمصلحة الهلال ليعود الجنون ليعود الجنون الأهلي لماذا أخرجت مكسيمان يا إسلا كنت من المفترض أن تتركه ولو بقدم واحدة الكرة بتتحول الآن شوف إذا انتظرون رأسيتك في الجانب الآخر في الضفة الأخرى الكرة بتتحول في مكان ولكن الكرة بتصل من جديد محمد البريك سيشارك وتنبكتي سيشارك كتغيرات بالنسبة للمدرب جيسوس في الوقت الأخير هذا يصر الشهراني اللي أصبح أكثر مشاركة في الكلاسيكو في دول المحترفين إلى جانبي تيسير الجاسم لكن الهلال بهذا الفوز يصل إلى النقطة رقم كام يصل إلى النقطة رقم كام إلى النقطة رقم تسعة وعشرين يصل إلى الهدف رقم كام ثلاثين الأقوى هجوم الأقوى دفاع الأكثر فوزا الأقل خسارة الوحيد بدون خسارة حتى الآن ازتمع إلى الصوت سالم الدوسة اللي يخرج أترك مكان اللي تنبكتي هذا صوته لا صوت يعلو على صوت الصدارة لا صوت يعلو على صوت الرجال الزر لا صوت يعلو على صوت هذه الأمواج على صوت هوامير الصحراء على صوت هذا السعيم على صوت متصدر مقولة الدوري يا للنقطة التي يقدمونها عرضية ليست لأحد والكرة بتتحول إلى خارج المرعب خسارة أخرى للنادي الأهلي بعد أن سجل الهدف الثالث بأقدامي لاحبي النادي الأهلي نعم لا يكتفي الهلال بمهاجميه يسجل خط وسطه ودفاعه لا يكتفي حيانا بذلك يخليك تسجل في نفسه الكرة بتتحول طويلة إلى الأمام باتجاه متروفيرج وبعد ذلك المرتدة لمصلحة فريق الهلال نلعب على صافرة فالكون الأرجنتيني والكرة بتتحول إلى كيسيير ولكن انظر إلى كوليبالي قاضعوا الهواء الصافرة تأتي الكليسيكو أزرار الهلال في صدارة الدوري بدون خسارة وبثلاثة أهداف ونقاط كاملة يفوزوا بقمة الرياض يخرجوا من قمة أخرى بعد كلاسيكو الاتحاد ديربي الشباب يفوزوا على الأهلي في هذا الكلاسيكو مبروك لكل جماهير الزعيم حف أوفر لجماهير النادي الأهلي شكرا للفريقين على هذه القمة وعلى هذا الكلاسيكو الممتع تقبلوا تحياتي محدث الفارس عوض والكلمة تنتقل إلى الزميل الأخبر برشتة فضلك الكلمة من أفعل غير خسارة ثم ستطلقنا أفعل موسيقى 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 موسيقى